موسيقى فبعد حوالي أربع سنوات من الأزمة بعد حوالي أربعة قريبا سيكون هناك أربع سنوات على الأزمة فشل لبنان في إكرار قوانين تشكل المخرج الوحيد له من الأزمة المالية غير المسبوكة التي يعيش فيها مر حوالي الشهر على المؤتمر الصحفي الأول الذي شددنا فيه على ضرورة إكرار هذه القوانين في خلال ستة أشهر للبدء من مسار التعافي المالي كون الوضع النقضي لا يتحمل مماطلة أكثر وللأسف أنه بعد قرابة الشهر لم يتم تحقيق أي من الخطوات المحددة في هذه الخطة فموازنة 2023 التي أكررت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء خلصت إلى عجز مقدر لغاية اليوم 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24% منها وكان أول مطلب في خطة مصر في لبنان إكرار موازنة متوازنة وهنا لابد من أن أدق نقوس الخطر وأن أحذر أن حال المراوحة الحاضر والتأخير في إكرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقضي يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقضي مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي ولذلك أثر سلبي كبير على الاقتصاد وحياة المواطنين وعلى مستقبل القطاع المصرفي شكرا